السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر نارد عن حلم ملحق كتاب بيت باي بيت تلتاعدادي الترمي التاني حلم تحن التالت والرابع محافظات القليوبية والشرقية من صفحة مية وستاشر لصفحة مية واحد وعشرين انتظروا. صفحة مية وستاشر اللي متحركم تلاتة محافظة الاليوبية. اول سؤال محادسة زياد اندي خالد بيتكلمه عن ايه بقى اباوت خالد فيفورت سبورت الرياضة مفضلة لخالد. زياد بيقول هاي خالد هل يوجد اقلاب هل يوجد نادي بالقرب من منزلك? طبعا هنا هيقول ايه? من المحادسة من الراكم الاول عشان نفهمها. فالاحسن هيقول ايه? نعم يوجد. رقم اتنين سأله سؤال. قال له رياضة المفضلة السباحة. يبقى حيقول له ايه? ما رياضاتك المفضلة. ما او مازال يا وات? ونجفها لمساعد از. يبقى وات سيور. نحاول طبعا الماي ديت هلا يور. وات سيور فيفورت سبورت. تلاتة اه زياد تسأل سؤال. قال له ايه خالد. ايه براكتس ات? يعني انا ايه? امارسة twice a week مرتين في الاسبوع. يبقى كم مرة ايه? تمارس السباحة. كم عدد المرات يبقى هاو اوفن. تسأل على ايه? twice a week دي. هاو اوفن. وبعدين براكتس دي مزارعة بسيط. نجفها لمساعد دو. نحاول اي الى يو. يبقى هاو اوفن دو يو براكتس ات. زياد قال. بتروح النادي مع مين? اي اجابة مناسبة بقى? I go to the club with my friends. اسمع اصدقائي او my family. اي حاجة مناسبة. زياد قال. دو يو انجوي. هل انت تستمتع بالايه? تسوامك السباحة. طبعا. يبقى yes I do. انه بيروح مرتين في الايه? في الاسبوع للسباحة. السؤال اللي بعده read and complete the text. اقرأ و اجمل ايه الناص بالكلمات اللي هم الدهالي دي. السؤال ده لازم تقرأ قطعة كلها الاول. بقول لي هنا ايجيبس اي من رجب. space science اي من رجب ده يبقى باحث علوم فضاء مصري. حتى بقى الايجابة الاولانية واحد. researcher. هو موجود في فنلندا. graduate تتخرج بمرتبة الايه الشرف من كلية. the faculty of. يبقى engineering. هندسة. بعد كده ايه في رقم ثلاثة. he entered the nasas. هو دخل ايه? دخل مسابقة ناسا. competition. اختلع التاني. he has recentry مؤخرا. found ways. وجد ترك two. ايه بعدها الفعل في الايه? في المصدر. يبقى نختاره save. لتوفير الايه? energy الطاقة. لما يكون في ايه جاذبية اقل. السؤال اللي بعده سأل القطعة نقول معناها. قطعة بتتكلم عن دكتور مصطفى محمود. ايه? ده كان طبيب مصري وفيلسوفة مؤلف. اتولد في شبين الكوم في المنوفية سنة الف ستمائة وعشرين. بابا ايه كان شغال في محافظة الغربية. طب اللي اثر ايه? في شخصية ايه مصطفى محمود ايه بقى? اللي هو مرض والده الطويل وصبره وايمانه وايه فطرته اللي هي النقية او ايه طبيعته النقية يعني? اللي هي تأثيره على شخصية ايه 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 دكتور مصطفى محمود وكتاباته. وظلت في ايه? في تفكيره طوال حياته. صفحة مئة وسبعتاشر بقية القطعة. ايه مصطفى محمود اتدرب كايه كطبيب. ولكن بعد ذلك اختار انه ايه? حياته المهنية كون ايه كصحفي وكمؤلف. في سنة الف وتسو مائة وستين ترك ايه المجال الطب خالص كليتا واعطى وقته كله للايه للجرائد. هنتفرغ للايه? للكتابة. تمانين كتاب في العلوم والفلسفة والدين والسياسة والايه والمجتمع. وايضا كتب ايه مسرحيات وروايات. باراجراف الاخير. هو معروف ببرنامج وهي التلفزيون الشهير. اللي برنامج اسمه العلم والايه والايمان. بنا مسجد. وكمان ايه عيادة طبية. اه وكمان ايه جماعية خيرية. اتسمت بايه باسمه. الاسم يعني. تزوج ايه? اه تزوج مرتين. زوجين ايه غير ناجحين. اه ايه? انجب بقى بنت. وانجب ايه ولد. ايه امال. واتهم. دول اسمه ايه ولاده. هو عمد سنة الفين وتسعة. اسئلة القطعة. واحد هنا هتبقى دي. ده اسم البرنامج التلفزيون بتاعه. العلم الامام. اتنين هز اللي في الكتر عايدة على مصطفى. تلاتة. تمانية وتمانين سنة. اربعة. ما نوع الايه الكتابات الدكتور مصطفى محمود كتب فيها يعني كتب في ايه? ده رقم اربعة ايه جابتها العلوم والفلسفة والدين والسياسة زي ما قلنا بقى. حد هنا. خمسة. متى هو بدأ ايه حياته ككاتب سنة الف وتسعمية وستين? ايه اللي اثر على شخصية ايه دكتور مصطفى محمود كاركتر يعني شخصية? اللي اثر عليه طبعا ايه? الاجابة ايه? مرض والده الطويل وصبره وايمانه والطبيعة الايه النقيية. فطرته السليمة يعني. السؤال اللي بعد الاختيار رقم واحد نقط. is a force هي القوة which attracts things. اللي تتجذب الاشياء او الناس. to the center of the earth. كل ده تعريف gravity الجاذبية. اتنين. يوسف ساكسيدد ان. يوسف نجح في الامتحان السنة اللي فاتت. اللي يهمنا? يعني انا نجح فيه تعني باست. نجح اكتازة. صفحة مية وتمنتاشر رقم تلاتة اه وان وبعد النقط is a day. هو يوم. او وقت فور بيبل للناس. توسيل باريت يحتفل بشيء ما. اللي هو مهرجان يعني. فستيفل. اربع وي اد. ذا صفكس. نحن نضيف اللاحقة. توجيت ذا نون. للحصول على الاسم من كلمة ايه جافرن. معنى ايه يحكم. خطي لها ايه بقى? او ار. تبقى جافرنر. حاكم او محافز. خمسة. يعني المدير مشغول في الحديث معه الموظفين بتوعه. this means he has a. يبقى ده معنى انه اجتماع with them. ستة. المقدرة انك تفعل شيء مائز. معناها دي تعرف ايه? يعني المهارة. السؤال اللي بعد هنقول سبب الاجابات. رقم واحد هنا. از. هتبقى بي. طب ليه بقى? يوز دي توي يجيب عليها الفعل في المصدر. المصدر من از تبقى بي. لو اتنين. الجملة دية مبنية للمجهول. ذا بيرامدز الاهرامات بلد. بالاهرامات اتبنت. طيب مبنى المجهول لزمن ايه? هنا اجوه يبقى ماضي بسيط. مبنى المجهول للماضي بسيط. وزق او وير زي اتصريفة التالت. فالاهرامات جامعة تاخد وير. الاجابة وير بلد. وير وتصريف التالت. اتبنت. تلاتة. جملة دي متحولة الى غير مباشر. شال الاكواس. تمام? وربط بايه? بذات. فعندي هنا ده ماضي بسيط. يتحول الى ماضي تام. في الغير مباشر تبقى هادنت ووتشهد. طيب عرفت بقى ازاي كمان ان هي كانت ماضي بسيط. ذا دي بفور ديت. اصلا ايه يسر دي. تمام? فالماضي البسيط يحول الى ماضي تام. اربعة. دي كعدة اف. اف هنا بعدها. مضارع بسيط. يبقى دي الحالة الاولى من اف. يبقى حيجي هنا ايه? مستقبل بسيط. اللي هو اللي زادوا المصدر حنرفوه عشان المعنى. تبقى الاجابة. يعني يبقى اياد. ما كانش هيشتري الايه السيارة ديت. لو هو معهش فلوس كافية. ركز في المعنى وفي تركبة الجملة. السون از. بلا هنا ماضي بسيط. يجي بعدها هنا ماضي تام. من دز. هتبقى هاد. ضن. المضارع هاد والتصريف التالت. صفحة مية وتسعة عشر. دي متحرك ام اربعة محافظة الشرقية. اول ايه سؤال عندنا هنا. المحادسة نفهمها كويس. توفرند ستنين اصدقاء. ار توكن بيكلموا عن. اباوت. اوار فوتبول ماتش. ماتش الكورة بتاعنا. اجنست سنغال. ضد الايه السنغال. سامير بيقول. هلو كريم. قال له هلو سامير. هل انت شاهدت ايجبت ماتش اجنست سنغال. تفرقت على ايه ماتش ماصر ضد السنغال. من الكلام هنا انه ما اتفرج. هقول له ايه. يس اي هاف. نعم ايه انا اتفرقت يعني. فسأله سؤال تاني. قال له. اعتقد انه كان المباراة ايه? كانت عظيمة. يبقى معنى كده ان انت ما تقدرش تقول هنا نو. في هافرقم واحد دي. قال له اعتقد المباراة كانت عظيمة. هيقول له. يبقى ما رأيك في المباراة. what do you think ما رأيك او ماذا تعتقد? of it. it يعني اللي ايه عيدة على المباراة. ده ماتش. كريم قال that's right. هذا صواب. يعني الماتش كان عظيم رائع. but senegal played better than we did. بس انغال لعبت ايه? احسن مننا. افضل مننا. سمر سأل سؤال في ثلاثة. رد كريم وقال صلاح did his best. صلاح بازل ايه? كسارة جهده. but وبعد النقط. any goals اي اهداف. يبقى هيقول له ايه? ما رأيك في صلاح. يعني ما رأيك في صلاح في الماتش ده يعني. what do you think of صلاح? قال صلاح did his best. but. وبعد النقط. any goals. ولكنه هي ما سجلش ايه اهداف. he couldn't لم يستطع score. يسجل. او he didn't score لم يسجل. سامير قال. I think we have lost. اعتقد ان احنا ايه فقدنا. a golden chance. ان الفرصة عظيمة زهبية. to play in. ان احنا نلعب في كاس العالم. فحيقول له. انا اتفق معك. I agree with you. او you are right. انت على صواب. اي اجابة مناسبة لمعنى المحدثة. السؤال اللي بعد وريد. and complete the text. اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي هو بالدهال دي. هنقول معناها life is not. الحياة ليست ايه ممكنة. without plants. بدون الايه? النباتات. plants are the beauty of our. فالنباتات هي الجمال بايه بتاع ايه رقم واحد هنا? planet. جمال كوكبنا. they are useful gifts. هي هدايا مفيدة من الطبيعة. when a plant grows? عندما النبات ينمو. it not the area around it cleaner and beautiful. يعني تجعل الايه منطقة اللي حواليها اكثر النظافة وايه? وجميلة يعني. المهم انا عند وين وبعدها مضرعة بسيط. يبقى لازم حنجيب هنا مضرعة بسيط. هتبقى الاجابة mix. ما نفعش نقوله مادي بتاعت الماضي. اللي هي زمن الماضي البسيط. plants produce oxygen. يعني الايه النباتات تنتج الاكسوجين. and نقطة carbon dioxide. وايه تمتص? يبقى absorb. ثلاثة. تمتص ايه? ثانوكسيد الكربون. فاربعة هنا. we should. يجب علينا نقطة care of plants. يجب علينا ان احنا ايه? take care. نهتم بيه. يبقى اربعة take. السؤال اللي بعد سؤال القطع هنقول ايه فكرتها هنا ومعناها. هنا بقول ايه في رسام ذهب الى كده بالقرب من الاسوان يضيجسته. واقام ايه معه فلاح. اه كل يوم هو كان ايه بيخرج مع الفرش بتاعته ويعود ايه يرسم يعني من الصباح الى المساء. ولما دين يتظلم يعود تاني الى منزل ايه المزارع ده? وايه يتناول ايه العشاء? قبل ما ايه ما ينام. بيت القطع في صفحة مئة وعشرين. في نهاية الاجازة ديت. هو اراد انه ايه اللي هو الرسام ده. اراد انه يدفع لمين? يدفع للفلاح. فلوس يعني. but the farmer said. ولكن الفلاح قال له no. I don't want money. لان مش عايز فلوس. but give me. ولكن اعطيني. اه one of your pictures. واحدة من الصور بتاعتك. وقاعد يقول بقى ليه? الفلاح عادي يقول الفلوس هتعمل يعني? في نهاية الاسبوع الفلوس دي هتخلص. لكن اللوحة دي بتفضل ايه بتبقى مستمرة معايا? هنا. ايه كان مبسوط قوي? مصرور بالكلام ده وشكر الفلاح لانه ايه? ايه? هقال هزي الكلمات الايه? الطيبة عن ايه لوحاته يعني. في الباراجراف الاخير الفلاح بقى ابتسم وانصر ده وقال له لا انا مش قصدي كده. يعني هو مش قصد نوع ايه يشكر بقى في ايه لوحاته وكده. بقول له انا عندي ابن في لندن عايز يوصبح ايه رسام وفنان وكده. لما يأتي هنا الشهر القادم حوري له ايه الصورة بتاعتك ديت. واعتقد ان هو مش هيكون ايه الرسام خالص. مش هيبقى ايه الرسام لما اشوف صورتك. معنى كده ان الفلاح ايه? ما كانش يعجب الرسومات بتاعت الرجل اللي هي الرسام ده. والان اعتقد في الحقيقة ان الرسام او الفنام ده بيكون مولود يعني موهوب يعني وليس مصنوع. لا اسئلة بتاعتنا رقم واحد. ده من ايديال? الفكرة الرأسية للقطعة ايه? هتبقى دي. ايه نقطة ساد ستوري. ايه الرسام ده لانه اتصدم طبعا في الالهول والفلاح. اتنين ده هتبقى الاجابة معجبوش طريقة الرسمة بتاعت الرسام ده. تلاتة هتبقى الاجابة بي. يعني ابن الفلاح ده هيرجع يعود للندن يعود من لندن في خلال ايه تلاتين يوم لما قال شهر يعني. السؤال الرابع هنا بيقول لي. ماذا الرسام? هاف تو بي. اضطر ان ايه يدفع يعني? the end of the holiday. يدفع ايه? في نهاية الاجازة. والسؤال ده ليه جابتين. محتملين. ممكن نقول. ادي له احد لوحاته. ايه كمان? لانه ما دفعش فلوس. يعني الاجابتين محتملين. خمسة. كيف تعتقد ان ايه الرسام بقى شعر لما سامع رأي الايه? او رد الايه الفلاح? طبعا شعر انه حزين. اعتقد انه شعر انه ايه? انه حزين. ستة سامرايز لخص the last paragraph. البراغراف الاخير في جملة واحدة من تعبيرك انت. لما في الاخر ايه بقى? البراغراف الاخير ده? الفلاح عبر عن ايه? يعني انه هو صخر من لوحة الرسام. ما اجبتوش. بحنقول الجملة ديت. the farmer love the art. يعني صخر من ضحك على. the artist's paintings. ليه لوحة بتاثير ايه? بتاعة الرسام ده. او اي جملة تانية مناسبة للمعنى. واحد. نقط is destroying. تدمير large areas of reinforce. من الغابات الاستوائية. اللي هي deforestation. ازالة الغابات. اتنين. ويفورم الذنام بكون الاسم من الفعل قبير. يظهر. باضافة ايه بقى اللي هي? the suffix اللاحقة. ance. يعني ظهور. صفحة 121. تلاتة. كلمة destroy يعني يدمر. is the synonym. هي المراضف. synonym يعني المراضف لكلمة ايه بقى? damage. يدمر يعني تسوافل معنى. اربعة. we add the prefix. نحنا نضيف البادئة لكلمة agree يعني يوافق. to form the opposite. عشان نكون العكس. نضيف لها disagree. لا يوافق. خمسة. اه اوقان وبعدين not is a scientist. هو عالم. who studies stars. بيدرس النجوم والكواكد. astronomer. عالم الفلك. there is a flood. يوجد فيضان. which cover the land. الذي يغطي الايه. this means. هذا يعني everything is not by water. كل شيء ايه بقى? surrounded. محاض بالمياه. السؤال اللي بعده هنعرف سبب الاجابات. رقم واحد هنا. told دي بيجي بعدها مفعول. خلاص? يبقى الصحي هنا مفيش مفعول هنا. يبقى الصحي ايه? هتبقى said. cola. اتنين. دي ما يجيش بعدها مفعول. اه هي always. وبعدين هنا using. هتبقى used to. كان دايما معتاد ان يبقى خايف من الضلمة. تلم هنا عن الايه? عن الماضي. دي في الماضي بسيط هنا. تمام يبقى الجملة دي بردك هتبقى ايه? اللي احنا عارفينها بقى اعتاد على شيء في الماضي used to. والاجابة used. تلاتة قعدة until قبلها ماضي بسيط من فيه? بعدها ماضي تاني. يبقى هنا وزدي هتبقى هاد. وده تصريف تالتها. اربعة قعدة F نركز سوا كده. هنا ده الفعل ايه? رد. ده ماضي بسيط عشان كده قلنا ايه رد? لو كان مضارع كان بقى في اس عشان هي الفعل هنا. تمام? يبقى دي الحالة التانية من F. يجيب بعد F هنا ماضي بسيط. الجملة التانية هتبقى ود زاد المصدر. يبقى answers هتبقى would answer. خمسة. الفعل avoid يجيب بعد الفعل في ايه? ing. يبقى بلوت هتبقى بلوتنج. نعزف الايه ونضيف وده معنى ايه ولوس. الفيديو انتهى. اتمنى لكم دوام التوفيق.